حدثنا صفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحريث قال زوجني أبي في إمارة عثمان فدعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء صفوان بن أمية وهو شيخ كبير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هسوء اللحمة نهسا فإنه أهنأ وأمرأ أو أشهى وأمرأ قال صفيان شكوا مني أو منه حثنا يحيى بن سعيد قال ثنى اللطيمي يعني سليمان عن أبي عثمان يعني النهدي عن عامري بن مالك عن صفوان بن أمية قال الطاعون والبطن والغرق والنفس أشهادة قال حدثنا به أبو عثمان مرارا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة حثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حني أدراعا فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال فضع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له قال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب حثنا روح قال ثنى محمد بن أبي حفصة قال ثنى الزهري عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية بن خلف قيل له هلك من لم يهاجر قال فقلت لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبت راحل التي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله زعم أنه هلك من لم يهاجر قال كلا أبا وهب فرجع إلى أباطح مكت قال فبين أنا راقد جاء سارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي فأدركته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا سارق ثوبي فأمر به أن يقطع فقلت يا رسول الله ليس هذا أردته وعليه صدقة قال هل قبل أن تأتيني به حثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا أبن مبارك عن يونس عن الزهري عن سعيدي بن الموسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حني وإنه لا أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار وإنه لا أحب الناس إلي حثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادته عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية فأن رجلا سدق برده فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقالا يا رسول الله قد تجاوزت عنه قال فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا ابن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية أنه قيل له أنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر قال فقلت لا أدخل منزلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا سدق خميصة لي لرجل معه فأمر بقطعه فقالا يا رسول الله إني قد وهبتها له قال فهلا قبل أن تأتيني به قال فقلت يا رسول الله إنهم يقولون أنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية وإذا أستنفرتم فانفروا حسنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان يعني النهدي عن عامري بن مالك عن صفوان بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة حسنا محمد بن أبي عادي عن سليمان عن أبي عثمان عن عامري بن مالك عن صفوان بن أمية قال الطاعون والبطن والغرق والنفساء شهادة قال سليمان حدثنا به يعني أبا عثمان مرارا ورفعه مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا إسماعيل بن إبراهيم قال ثنى عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان قال قال صفوان بن أمية رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخذ اللحمة عن العظم بيدي فقال يا صفوان قلت لبيك قال قرب اللحمة من فيك فإنه أهنأ وأمرأ حسنا حسين بن محمد قال ثنى سليمان يعني أبن قرمين عن سماك عن حميد بن أخت صفوان بن أمية عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرأ بقطعه فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمان ثلاثين درهما أنا أهبوها له أو أبيعوها له قال فهلا كان قبل أن تأتيني به ترجمة نانسي قنقر